وفق مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفي جبالي رئيس المجلس وبشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإقرار زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به كما وفق المجلس على تقرير على إقرار زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات موسيقى في تناغم بين القيادة السياسية والسلطة التشريعية لما فيه الصالح العام للعاملين بالدولة وافق مجلس النواب على مجموعة الإجراءات التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الارتفاعات بأسعار السلع الناتج عن التطورات الإقليمية المتلاحقة خلال جلسته اليوم وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وبشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات هذه القرارات تمثل الحزمة الرابعة من قرارات الحمال الاجتماعية خلال فترة زمنية حوالي عام ونصف ده طبعا بيدل على إحساس السيد الرئيس بمدى المعاناة والظروف المعاشية والاقتصادية الصعبة اللي بيعاني منها الشعب المصري نتيجة التدعيات العالمية هذه الظروف تمثل جميع دول العالم ومنها بالطبع مصر إقرار العلاوة الاستثنائية من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء لموظف الحكومة أو قطاع الأعمال أو أهلنا من أصحاب المعاشات قرار إحنا بنثني عليه كنواب هذا الشعب وبالتأكيد وبدون أي مقدمات باسمي وباسم نواب تنصقية شباب الأحزاب والسياسيين نوافق على أي قرار يدعم حياة كريمة للمواطن المصري كما وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ويستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدود الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقا لمستويات الدخول وتم زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 30 ألف جنيه سنويا بدلا من 21 ألف جنيه سنويا مشروعات القوانين توجه رسالة من خلال حزمة الحماية الاجتماعية المقررة مفاداها أن الدولة المصرية قوية تمتاز بالصلابة رغم الصعوبات فضلا عن المرونة الاقتصادية والمالية بما يجعلها قادرة على تلبية اهتياجات مواطنيها ومواجهة تداعيات الأزمات اشتركوا في القناة